النهاردة فجأت الحقيقة ببعض الأصدقاء بيكلموني على بعض الناس اللي بيسخروا من النادي الأهلي أول إما سمعت الكلام اللي تقال لي أنا اتحكت الحقيقة أول إما سمعت الكلام اتحكت من المعروف دايما ما بين أي فرقتين في العالم فيهم ديربي أو ما بينهم ديربي أو ما بينهم تنافس معروف أن أنا لما أجيزك كمشجع كرة أغيزك مثلا لو أنا بكسبك مثلا أو مثلا واخد بطولات أكتر منك فابتدي أغيزك أو تاريخي أفضل منك فابتدي أغيزك برضو أو إنجازاتي القرية والدولية أحسن منك مثلا يعني لكن تبقى أقل مني في كل ده وطلع تقول بأحلم بيك أنا بأحلم بيك بتحلم إيه ممكن لو في حاجة اسمها إيه بدل بأحلم بيك أنا بأحلم بيك كابوس بيك كابوس بيك لو ينفع أنا معرفش في حاجة اسمها كده ولا ما فيش الأهلي ده بالنسبة مش ليك أنت بس ده للناس كلها كابوس كابوس في الرياضة في كرة القدم لأن الفروقات كبيرة جدا في الأرقام أنصحك ما تحلمش أنصحك أنا كنت يعني الحمد لله تشرفت بالتواجد كنت رسا بتكلم عن محمد أبو تريكا تشرفت في التواجد في فقرة أو في فترة لعبنا نادي الزمالك في الدور قبل النهائي لدوري أبطال إفريقي مين كسب مين؟ مش بس كده خلينا أكمل لحضراتكم عشان أقول لكم الأرقام بالزبط ونعرف من يريد الأحلام ومن يريد الكابوس لأن الأهلي مش حلم لكن ممكن يقلب معك كابوس طبعا الناس دي بتكلم على قرع الدوري أبطال إفريقي اللي هتتعامل قريب إن شاء الله يوم تحديدا تحديدا يوم 16 نوفمبر طيب أنا دايما ما بحبش أتكلم كلام مرسل دايما يعني لما باجأتكلم بأتكلم بأرقام وتواريخ علشان نشوف هل هي بالفعل أحلام ولا أشياء أخرى كوابيس مثلا هتلاقي إيه خد عندك بقى وهنا أنا بتكلم عن نادي الكبير نادي الزمالك طبعا الزمالك وقع مع النادي الأهلي في دور المجموعات تلات مرات تلات مرات قبل كده في طوال التاريخ ولا مرة ولا مرة الزمالك صعد منهم للدور اللي بعده ومنهم مرتين كان تذيل المجموعة الزمالك تاريخيا لم يفز على الإطلاق على النادي الأهلي في تسع مباريات في دوري أبطال إفريقيا يا عم إسلام أنت راجل كذاب بتقول أي كلام يا جماعة أرجعه للتاريخ اللي حيقول لي كده هقوله أرجع للتاريخ ارجع للتاريخ وشوف الأرقام وشوف الفارق الكبير في الأرقام الزمالك كل ما بيقابل النادي الأهلي في دوري أبطال إفريقيا الأهلي بياخد البطولة أو الله أنا اللي بقولي الكلام ده لا يا فندم التاريخ اللي بيقولي الكلام ده وده حصل في 2008 2012 2013 كنا مع بعض في المجموعات والأهلي كان دائما الفائز باللقب في 2005 اتقابلنا في نصف النهائي والأهلي حصل على اللقب أنا كنت بتشرف بالتواجد في هذه الفترة في 2020 اتقابلنا في النهائي تكرينها أيوة الأهلي حصل على اللقب وعلى رأي دايما اللي بيقولوا في ناس بتقول هذا الكلام الحقيقة ده كلام بقى إيه؟ من المرسل اللي انتوا بتقولوه اللي هو إيه؟ الزمالك وش السعد على الأهلي أنا ده كلام مقدرش أجيب عليه معلومة يعني لكن كل اللي قلتوا اللي فات حضرتك تقدر تقرأ تفتح كتاب التاريخ كده أو تخش على جوجل أي حاجة خش افتح كتاب التاريخ كده وشوف وقرأ هتلاقي الكلام اللي بيقولوا إسلام أو بلاش إسلام هتلاقي الكلام اللي بيقولوا البيت الكبير صح كل ما أتمنى بس والنصيحة اللي قدر أقولها إذا كان هناك من يريد أن يتقبل النصيحة وأنا هنا بالمناسبة لما يتيجوا تأخذوا كلامي من أول وآخر وأمركم ما هتلاقوا حد بيغلط في قناة الأهلي ولكن هتلاقونا دايماً بنتكلم زي ما حضراتكم بتشوفوا كده بالتواريخ وبالمنطقية وبالأرقام اللي عايز يحفل زي ما بيقولوا ما احنا هنستخدم لغة السوشال ميديا اللي عايز يحفل أنا بيقولك اوعد حفل قبل ما تقرأ التاريخ اوعد حفل قبل ما نقرأ التاريخ اقرأ التاريخ الأول يمكن يكون بالنسبة لك كابوس ان شاء الله ان شاء الله يكون النادي الأهلي دائماً هو البطر الأهلي رقم واحد الأهلي زعيم القرى الأفريقية